انشغالات لا طالما أرقت قاتل قرى عرش بوزغان بتزيوز ما جعلها تستنجد بالسلطات الولائية لرافع الغبن عنها من خلال ربطها بالغاز الطبيعي وتزويدها بالماء الصالح للشرب ساعدان لسنين سرنا عداما في كلثة عشرين نيوم سواء قطاع السكن أو قطاع الغاز لـ 120 مليار سنطيم لأكثر من خمسة الاف بيت ويخص أكثر من عشرين قرية ودشرة السكن ران هنا في هذا خضين اليوم بشرنا راح نخلقه قطب جديد يحتوي على أكثر من 4200 وحدة سكنية بجميع الأنمار عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز والأخرى متوقفة كانت محلة معينة من طرف والي الولاية جويد المياه الصالحة للشرب بتاع المواطنين كان يعني مشروع للدولة استهلكت أكثر من 300 مليار سنطيم مشروع بناء وتجهيز مستشفى 60 سرير هذا راح يعني يغطي الاحتياجات ليس فحسب لدائرة بوزقان ولكن حتى الجهة المحاذية من ولاية بيجايا وهذا هو في إطار التكامل لتكفل بالاحتياجات تأكل أبناء الوطن الواحد مرفق جديد تدعمت به قرى بنزيكي بغية تجاوز الاكتظاظ المدرسي لجانب مشاريع أخرى كتجهيز الملعب الجواري لبوزقان وغيرها كلها مشاريع ستخفف من معاناة المواطنين